للانقلاب خليف حفتر في كفة واحدة تصريح لأمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو يينز تولتنبرغ لصحيفة ريبيبليكا الإيطالية في لقاء أجرته معه الخميس أمين عام الناتو قال إن على كافة الأطراف الليبية الالتزام بحظر استيراد السلاح وهذا لا يعني وضع حفتر وحكومة السراج في كفة واحدة ولهذا السبب الناتو مستعد لدعم حكومة ترابلوس بحسب ما نقلته الصحيفة الإيطالية وفي رده على سؤال حول أنشطة تركيا في سوريا وليبيا والبحر المتوسط قال ستولتنبرغ إن الناتو يضم ثلاثين دولة حليفة ويوجد بينها اختلاف في المواقف إزاء العديد من الملفات لكن أنقرة حليف مهم وتأتي تصريحات رئيس حلف الناتو تزامنا مع أول اجتماع لرؤساء أركان دول الحلف منذ تفش جائحة كورونا شارك فيه عن تركيا رئيس أركانها ياشار جولر وشارت في الأثناء مكالمة هاتفية بين رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو الماريشال ستيورت بيتش الذي ترأس الإجتماع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مما يؤكد تموقع تركيا في أكبر تنظيم عسكري في العالم حلف شمال الأطلسي المتهم بمساعدة ثورة فبراير في إزاحة نظام القذافي في 2011 من قبل روسيا وأنصار الثورة المضادة بمن فيهم حفتر وتخليه بعد ذلك عن ليبيا ظل بعيدا عن التحولات السياسية في البلاد لكن وجود تركيا ضمنه وتأثيرها الكبيرة فيه جعله يدعم حكومة الوفاق ويضفي غطاء وشرعية على الدور التركي سواء في ليبيا أو في منطقة شرق المتوسط عامة اشتركوا في القناة